حد دلوقتي من زملاء الافاضل قال لي في واحد زعلان ان انا بقول للشعوب توقف مع جيوشها طيب تاني كل شعوب في الدنيا كلها تساند جوشها هوت تزعل ليه ان انا اقول للشعوب وقفوا مع جيشكم داي زعلك داي دايقك زعلان متدايق ان انا بناشد الناس يوقفوا مع جيوشهم لما قفشوا مع جيشهم بالنسبة خاين خاين لما يساندش جيشه خاين انا بقولها تاني وعاشر لان انا مؤمن بدا زعلان قوي ومتدايق طالع يتكلم ويقول اه انا بتكلم ايوة بقول الشعوب اي بلد فيها اكتر من جيش ما توقف ما يبقاش بلد يبقى هو جيش واحد والشعوب تساند جيوشها الوطنية توقف مع جيشها الوطنية متدايق ليه حضرتك جيت لك عالجرح ولا ايه جيت لك عالجرح ولا ايه الموضوع ما اثر فيك طب ده انا كل يوم ده انا موريش غير الموضوع ده ده انا هي هي شغلتي دعم جيشنا العظيم تفتكر دي اتدايق كمان طب معنى كده يا راجل اختش يا راجل ده احنا فرمضان فرمضان مش عايز اتكلم عيب نعم كل شعوب كل واحد ساند جيشه جيشنا العظيم طبعا كل العالم هو ايه اي دولة من غير جيش يبقى ان شاء الله خير كنت اتبقى انت انت وزاق واللي غيرك كان يبقى فين لو ما عندكش جهازك جيتش العظيم وعندك الابطال دول كان زمانك هتبقى فين ياللي زعلاني ان انا بقول ساندوا جيشكم في اي مكان ايه وبقولها واكررها لان انا ايمان كامل ومش مسك العصر من النص اللي يبقى كده في خيانة ساند هنا عكس كده خيانة انا بقولك وبقولها امثالك النهاردة بس كفية عليك كده كفية عليك كده النهاردة جيشنا العظيم ربنا يحميكم ربنا يحميكم ميت مليون مصري جيشهم ميت مليون فخورين بالابطال اللي قدامك لو انت متدايق ميت مليون فخورين بالابطال دول ابطالنا ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم من الاشرار من الاشرار